ان شاء الله النهاردة هنحكي عن السوارم اوتوميزيشن في الاول خالص يعني مجموعة حاجات ماشية مع بعض سواء بقى سمك او حمام او اي حاجة بتمشي في مجموعة بتمشي في السرب كده يبقى هو ده السوارم فانا عايز اعمل انالوجي السوارم ده دايما بيعرف يوصل للفوت دايما بيعرف يوصل لأي حاجة فانا بالانالوجي دي هقدر اوصل للحل بتاعي بالسوارم بعد شوية محاولات طبق فكل واحد من السوارم ده عبارة عن حاجة اسمها بايم وانا في الاخر هدفي في السوارم ان انا اوصل للحل بس السوارم كله مع بعض عشان كده بحاول اوصل لحاجة اسمها كوهيران سوارم يعني السوارم متجمع مع بعض مفيش تشتت يعني فعندي السوارم بيكون بتاعة البيت ده مثلا اسمها بي اي من واحد لغاية ان ! دة عدد الان ده هو عدد البايتس اللي في السوارم الواحد عندي حاجة اسمها فيجوال رينج او فيزابيليتي سفير كل سوارم بيبقى لي حاجة اسمها فيجوال هي مجموعة البياتس اللي حواليه فالفيزابيليتي سفير بتاعة البرتكل رقم i هي كل البرتكل المسافة بينها وبين البرتكل اي ده اقل من r البرتكل ده هو الريديس بتاع السفير اول تاني الفيزابيليتي السفير دي بتبقى عبارة عن البرتكل الموجودة في السفير معينة حواليه انا كبايت البيت انا رقمي i فهيبقى كل البيتس اللي حواليه اللي رقمهم g بس بشارت المسافة اللي هي بين ال xj والxi اقل من r طب هي ايه الاكس اصلا اكس ده هو البوزيشن بتاع بتاع البايد فكل بايد ليها فالمسافة بين البوزيشن بتاعة الجي والبوزيشن بتاعة الاي لازم تكون اقل من r عشان تبقى جوة السفير بتاعتي طبعا مش هحسب نفسي في البيتسابيليتي لان انا بتكلم عن نفسي اصلا جميل بعد ده كله كل كل مرحلة عند كل بايد لازم اقبضيت الفلوستي الفلوستي و ال x هي البوزيشن فقبضيت الفلوستي بال v بلس ال a اللي هي الاكسلوريشن في الدلتا تي اعمل الكلام ده لكان لكل البايدس علشان كده اعمل منوان لغاية n يبقى الاي ده منوان لغاية n ده هو عدد البيتس اللي في الاسوارب ونفس الكلام هابديت الـ X اللي هي الـ position الدلتا دي ده الدلتا تي انا ممكن احسيبها بـ 1 وخلاص وممكن احطها بأي قيمة مش تفرق معي وانا بحسب بقى الـ acceleration المفروض يعني لو عندي كذا الـ Swarm اخد بالي قوي ان كل الـ Swarm يحصل فيه 3 شروط دول لان هو يبقى فيه Cohesion بين كل الـ Swarm وبعضه يبقى فيه Alignment على كل الـ Swarm وبعضه يبقى فيه Separation بين كل الـ Swarm وبعضه يعني كل الكلام ده ينطبق على الـ Swarm الواحد فـ Cohesion دي معناها ايه؟ معناها ان كلنا نحاول نقرب للـ Center بتاع الـ Swarm اللي احنا فيه يعني كلنا شايفين الفيزابيلتي بتاعتنا الفيزابيلتي سفير بتاعتنا فانا دلوقتي كلنا هنحاول نقرب من بعض بس في نفس الوقت واحنا بنقرب من بعض نحاول ما نخبطش في بعض Separation دي معناها ما نخبطش في بعض يعني هي دي نقرب من بعض نقرب من Center بتاعنا بس في نفس الوقت ما نخبطش في بعض ايه الـ alignment ده بقى؟ كلنا نبقى ماشيين مع بعض الـ alignment دي ليه علاقة بالـ velocity شوية ان كلنا نبقى ماشيين مع بعض محدش يزبق قوي محدش يبطق كلنا نمشي في نفس الاتجاه محدش يروح باعد وهكذا فاحنا بنحاول نحاقق التلت شروط دول على قد ما نقدر فهنمسك شروط شروط منهم الكوهيجن زي ما قلنا ان احنا نقرب من الـ center بتاعت السفير بتاعتنا فانا بحسب القيمة دي هي عبارة عن ايه؟ كل الـ positions بتوع الحوالية اللي في الـ visibility range بتاعي وبقسمهم على عدد اللي موجود في الـ swarm ايه لكده؟ عدد الـ biots اللي موجود في الـ swarm بتاعي وهي الـ xj ده؟ هي مجموعة الـ xj ده هو الـ position بتاع كل الـ biots فانا لما اعمل كده يبقى انا بجمع كل الـ positions وبقسم على عددهم يبقى انا كده تقريبا جبت الـ average position كده جبت الـ average position وبعدين دايما في الثلاث حاجات دول اللي هما الـ cohesion وال- alignment وال- separation انا عايز اجيب حاجة اسمها steering vector فانا هجيب steering vector للـ cohesion وهجيب steering vector للـ alignment وهجيب steering vector للـ separation طب ايه لازميته steering vector ده؟ steering vector ده هو اللي هيمثلي acceleration يبقى انا المفروض الـ acceleration بتاعتي ده هيديني acceleration معينة وده هيديني acceleration معينة أنا المفروض امشي بالـ 3 acceleration على بعض يعني هجمعهم على بعض وامشي به فانا لازم اجيب steering vector بتاعدها والـ steering vector بتاعدها والـ steering vector بتاعدها والـ steering vector بتاعدها فانا steering vector بتاعدها ايه؟ هي القيمة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الـ average بتاع الـ position فانا هجيب الـ position اللي هو الـ average ناقص الـ position الأصلي بتاعي واقسمه على T squared طب ليه اسمته على T squared؟ ليه ما اسمتوش على T بس أصل الـ C ده؟ احنا قلنا الـ steering vector عبارة عن acceleration فانا لازم عشان احوّل دي للـ dimension بتاع الـ acceleration اقسم على T squared ومش T لان لو اسمت على T معناها الـ velocity والـ T ده time constant وبيقول هنا ان لو مفيش باياتس خالص في الحالة دي السي هنحطه بزيرو يبقى السي هنحطه بزيرو لو مفيش باياتس خالص طب في كم سي؟ لكل بايات فيه C للبايات اللي رقمه I ده في C I للبايات اللي رقمه خمسة في C خمسة للبايات اللي رقمه ستة في C ست وهكذا يبقى انا كبت cohesion steering vector ده اول vector جيبناه تاني vector المفروض نجيبه اللي هو ايه alignment steering vector طب الـ alignment ده كان ليه علاقة بالـ velocity ان انا عايز اخلي الـ velocity تقريبا كلهم زي بعض فانا بجمع الـ velocity بتاعت كل الناس اللي موجودين في الـ visibility بتاعي وبقسمهم على عدد يبقى انا كده عملت ايه؟ تمام؟ يبقى انا كده جبت الـ velocity بتاعي مع اللي حوالي يبقى انا همشي بالـ acceleration بتاعت الحاجة دي طب انت ليه اسمت هنا على T؟ يعني احنا فاهمين واحد على K وهنا اجمع الـ velocity يبقى انا كده بجيب الـ velocity اسمت على T قلنا عشان ده الـ dimension بتاعي المفروض يبقى بتاعي الـ acceleration تمام؟ وبرده نفس الحكاية لو مفيش اي حد المفروض الكي يبقى بكام؟ المفروض الكي يبقى بـ zero فواحد على zero ماينفعش فانا المفروض لو مفيش حد في الـ flexibility range بتاعي المفروض احط الـ i بـ zero على طول عندي كام i برضو؟ لكل بايد عندي i البايد رقم خمسة عندي i خمسة البايد رقم ستة عندي i ستة وهكذا الـ separation انا عايز ابعيدهم عن بعض فابعيدهم عن بعض ده يعني اجيب الفروق بين كل x بتاعتي دي هنا المفروض انها x i مش x j اجيب الفرق بين كل الـ x بتاعتي مع كل x تانية هو ده الفرق عشان الـ separation دي بتعتمد ان انا فرق فانا عايز اجيب الفرق يبقى هنا المفروض دي ان انا معلم عليها دي تبقى x i مش x j فانا اجمع كل x i minus x j اجمعهم على كل الـ visibility range بتاعتي فكده انا عملت ايه؟ عملت position بعد اما خلص الـ position اقسم على t-squared عشان ده بردو هيبقى بتاع الـ separation لازم يكون بالـ dimension بتاع الـ acceleration عشان كده اسمت على t-squared وبردو لما فيش بايد سهخلي الـ s-sep cam بزيرو بعد اما جبت التلاتة steering vector هجيب الـ acceleration بقى total عبارة عن فاكتور في الـ c-i c-i ده اللي هو steering vector بتاع الـ cohesion زائد فاكتور في الـ i اللي هو steering vector بتاع alignment وفاكتور تالت في steering vector بتاع الـ separation الفاكتور دي ممكن اخليهم points وخلاص فانا هيبقى عندي c-i و-i-i و-si فانا هحصل على a-i فيه كام a بقى لكل x لكل بايد في a الخاصة بيها جميل طب هالي الكلام ده هالي الكلام ده احنا هنشتغل به في الـ programming اللي احنا هنعمله لا بس ده المفروض نبقى عارفينه لان ده زي ما نقول كده حاجة physical عن الـ biot حاجة حاجة biological حاجة حقيقية بتحصل في الحقيقة في الـ swarming فاحنا لازم نبقى فاهمينه ولازم نبقى عارفين ماشي ازاي هنا مثلا كل swarm sorry كل biot ده هو وهنا فيه عندي الدايرة دي هي visibility range فانا عايز اعرف مثلا الـ biot ده المفروض المرة الجاية هيمشي ازاي فانا المفروض اجيب له التلاتة steering vector ودي لهم مجموحهم على بعض يبقى هو ده acceleration فالـ ده هنشوف مكتوب تحت ايه وده هنشوف مكتوب تحت ايه وده هنشوف مكتوب تحت ايه المهم ان ده حاجة وده حاجة وده حاجة ده steering vector بتاع واحد منهم وده steering vector بتاع واحد تاني وده steering vector بتاع واحد تالت لما يجمع على بعض يدوني البولد ده التقيل ده فالتقيل ده هو الايه؟ هو ده بتاع الحاجة عشان بيقرب للسنتر بتاع الاربع دول على بعض السنتر بتاعهم بيقرب منه هو وده بتاع بيحاول يعلين كل الدول مع بعض انه يمشوا مع بعض ده بيحاول يسباريت بينهم فبيحصل كده بيحاول يبقى عنهم لما جمع التلاتة على بعض يديني البولد ده انه المفروض اللي سوارم يمشي كده او المفروض البورتيكل دي في السوارم ده تمشي كده ونفس الكلام المفروض عامله للبورتيكل ده والبورتيكل ده والبورتيكل ده وهكذا تمام انا الخطوات اللي همشي بيها ان انا انشيالايز الاكس والفي طب الاكس ده هيبقى فيه قيمة واحدة ولا كذا قيمة والله هو احنا كده فهمنا الباياتس وهنا بس احنا هنشتغل به ازاي او هنستفاد من الكلام ده الـ x هو حل الـ problem بتاعتي وليكن مثلاً problem minimization لـ function فالـ function دي لو كانت في variable 1 يبقى الـ x ده هيبقى عبارة عن array من element 1 طب لو الـ x ده يبقى minimize function مثلاً من 7 variables x1 و x2 و x3 وهكذا يبقى أنا المفروض الـ x ده هيبقى solution فالـ x ده المفروض يبقى solution مكون من 7 7 independent solutions يعني 7 variables x1, x2, x3 لغاية x7 فأنا المفروض يبقى عندي array في الحالة دي من 7 items طيب ده بالنسبة للـ x اللي في بقى هو اللي بيحاول يوصلني للـ x ده تمام عندي بقى الـ pso particle swarm optimization هنتكلم في الـ algorithm بتاعه هو اهميته ان انا search efficiency ان انا search بتاعي يبقى efficiency او ان انا search بطريقة efficient يعني والحل بتاعي هيبقى position اللي هو الـ x الـ x ده احنا هيبقى عندنا كام x على حسب الـ swarm الـ swarm مكون من 10 باياتس يبقى هيبقى عندي عشرة x طيب كل x مكونة من كام item على حسب الـ problem لو الـ problem بعمل minimize لـ function فيها variable 1 يبقى انا هـ minimize function فيها variable 1 يبقى الـ position بتاعي هيبقى variable 1 الـ x بتاعتي هتبقى من element 1 طيب لو انا بـ minimize اي function بعدد variables معينة يبقى الـ x هتبقى بعدد الـ variables ده ما نلغبطش بين عدد الـ swarm نفسه عدد الـ particle نفسه وكل particle الـ x بتاعته مكونة من كام item ما نلغبطش بين ده وبين ده الـ n capital الـ n capital هنا هي عدد الـ particles اللي في الـ swarm طيب هما للـ n small هي عدد الـ items اللي جوه كل position اللي جوه كل x فانا اول خطوة في الـ bs o المفروضة initialize الـ x والـ velocity طيب الـ x ده هعمل كام x بقى انشاليز كام x طيب انا عندي دلوقتي x ij بيساوي x minimum plus r ده random number من 0 إلى 1 وهنا x maximum minus x minimum انا عايز اطلع الـ xات كلها fringe مثلا من x minimum لx maximum فالـ random number ده من 0 إلى 1 فلو 0 الترم ده هيروح فهتبقى اقل قيمة عندي x minimum لو 1 هيبقى الترم ده x maximum minus x minimum ما تروح مع x minimum يبقى x ij ده x maximum فانا فعلا حققت ان الـ x ij ده يبقى من x minimum لx maximum طيب هو انا عندي كده كام x انا عندي x ij الجي دي هي اللي بتاعت الـ x الـ x نفسه طيب هما الـ i ده هو عدد او بيعبر عن رقم الـ particle يبقى الجي بيعبر عن رقم الـ x جوه الـ particle والـ i بيعبر عن رقم الـ particle نفسه جميل إن عدد الـ swarm أو عدد الـ particles جوه الـ swarm والإن هو عدد الـ variables بتاعت الـ problem أو عدد الـ variables اللي جوه الـ x نفسها أو عدد الـ variables بتاعت الـ position أي إن كام المعادلة دي عبارة عن إيه؟ هنا ده فاكتور على delta t مش مهم delta t والفاكتور ده من zero الواحد نحطه بأي حاجة المعادلة دي فيها مشكلة إن الماينس دي المفروض تتحطى على السطر تحت على السطر هنا يعني الماينس دي مشترك تحت هنا مش موجودة لجنب x-max يعني إيه المعادلة ماينس هنا معين x-max-4 minus x-minimum على 2 بلاس الكلام ده فالمعادلة دي بأنشيلايز بيها الـ v إحنا لو عرفنا إن الـ v-maximum بيساوي minus v-minimum أو v-minimum بيساوي minus v-maximum لو عوضنا هنا بعد ما حطينا الماينس دي تحت هنلاقي المعادلة أصبحت كده أصبحت زيها زي إيه؟ زي الـ x بالزبط بس الفرق في delta t وقلنا delta t هتبقى بوان والفرق كمان في القيمة دي والقيمة دي إحنا نختارها زي ما إحنا عايزنا والر طبعا random number جميل بعد ما خلص الكلام ده بقى عندي إيه؟ بقى عندي swap بعد ما يوصل عندي الـ swap عايز أعرف كل particle كل particle ده ليه position والposition ده قلنا هو بيمثل solution فأنا عايز أشوف بتاعت الـ problem دي مادة صحتها إيه؟ أنه أحسن أنه أحسن particle عندي وهكذا فأنا مفروض أعمل حاجة اسمها evaluate إن أنا evaluate أعمل أعمل ؟ أعمل بقى عندي حاجة اسمها للـ swap كله للـ swap كله مفروض الـ i دي ما تبقاش محتوطة مفروض الـ i دي ما تبقاش محتوطة ليه؟ لأن الـ x دي بتاعت الـ best position بتاعت الـ swap كله فبقى أنها بتاعت الـ swap كله مش هحط لها قوي لأنها مش متعلقة بـ particle معين فأنا الـ x بتاعت الـ particle دي معناها أنهي أحسن قيمة وصلت لها في الـ particle ده لحد دلوقتي أحسن القيمة دي عملت لي ايه؟ عميت لي minimize للـ function بتاعي أنا شغال على minimize والـ x بتاعت الـ best دي معناها أني أحسن قيمة وصلت لها في الـ swap ده دلوقتي فأنا دايما أحسن قيمة بقارن الـ evaluated اللي أنا عملت ده عملت مثلاً f في x i تلاعلي أن ده بزيلو وكان أحسن particle أحسن حاجة في الـ particle بتاعي ده كان مثلاً خمسة فأنا أكيد الزيرو أحسن من الخمسة ليه؟ لأن أنا بـ minimize فالزيرو أقل من الخمسة يبقى أحسن من الخمسة يبقى المفروض الـ best particle ده المفروض ما تبقاش القديمة تبقى الجديدة اللي هي اللي أنا شغال فيها ديه أقول تاني عند الوقتي عملت evaluation للـ x of i تلاعلي قيمة صفر وأحسن حاجة وصلت لها في الـ particle ده كانت خمسة يبقى مين الأحسن الـ x دي هتوصلني الحل أحسن ولا الـ x best particle أكيد الـ x دي عشان ديه بتـ minimize وأنا دايماً بحتفظ بأحسن حل في حاجة اسمها x best particle فأنا في x best particle ده هـ updateه بالـ x بتاعتي طيب افرد ان الـ x بتاعتي كانت سبعة والـ x best particle دي كانت بـ خمسة فأنا أنا دلوقتي عملت max miles كده مش minimize فأنا ما updateش حاجة يبقى أنا ما عملتش الخطوة دي وفي نفس الوقت أنا بشوف هل الـ particle بتاعي أحسن من الـ particle بتاع السوارم أحسن من الـ particle بتاع السوارم كله أحسن من حاجة أحسن حاجة في السوارم كانت مثلاً قيمتها تلاتة وأنا طلعت سفر من شوية يبقى السفر ده أحسن يبقى أنا هحط برضو السفر ده الـ position بتاع السفر هحطه فين؟ في السوارم بست طيب افرد ده أنا بقى هنا كان هنا تلاتة وهنا سبعة يبقى برضو مش هـ update حاجة ومش شرط update الـ 2 مع بعض ممكن يكون هنا تلاتة وهنا سبعة أو هنا تلاتة وهنا خمسة وأنا طليع الـ 4 يبقى الـ 4 دي أحسن من الخمسة بس الـ 4 مش أحسن من الـ 3 فأنا update الـ أحسن منه وأعدي على كل وعمل الكلام ده واشوف هل هو أحسن ولا أهو هكذا بعد أن ما خلص أنا كده حسبت إيه؟ حسبت الـ evaluation بتاعي وعملت update للـ best particle والـ best swarm أو particle best والـ swarm best بعد أن ما أعمل كده المفروض هو update إيه كمان؟ update الـ x بقى وأبدأ الـ v فأنا هـ update الـ v الأول ليه؟ عشان الـ v دي هي اللي بتمشيني فأنا هـ update الـ v الأول عشان بعد كده بعد أن ما أبدأ الـ v أـ update الـ x على حسب الـ v اللي أنا أبدأ طب إيه ده؟ معادلة الـ v غير المعادلة اللي أنت كلمتنا فيها من شوية المعادلة دي غير المعادلة بتاعت المرة اللي فاتت ليه؟ بس المعادلة بتاعت المرة اللي فاتت أنا كنت بفترض إن أنا عندي كذا سوارم وعايز أقرب منهم بقى وما خليهمش بعيدوا عن بعض والكلام ده لكن هنا أنا عندي سوارم واحد فأنا مش مهتم بالكلام ده أنا مهتم بحاجات تانية مهتم مهتم إن أنا update الـ v بالـ v بتاعتي في نفس الوقت أجمع عليها حاجة في نفس الوقت أجمع عليها حاجة تانية طب إيه الحاجة الأولينية دي وإيه الحاجة التانية دي؟ أنا عايز أقرب للـ PARTICAL PIST في نفس الوقت أجمع للـ SWARM PIST فأنا ببقى إني عايز أقرب لـ ده ولده هجمع حاجة من هنا وحاجة من هنا هجمع هي بقى هجمع الفرق بين الـ PARTICAL PIST والـ POSITION بتاعي وهجمع عليه الفرق بين الـ PARTICAL PIST وال-POSITION بتاعي طب ايه السي وان والسي تو دول دول ارقام و بالاسبات من الكتاب لازم يكون مجموحهم اقل من اربعة تمام وعندي الكيو والار دا راندم نمبر و الدلتا تي قلنا هنفترضها النحب واحد فانا المعادلة ان انا بأبدات الفي عندي البست بارتكال بتاعي وعندي السورم بارتكال بتاعي هط؟ رحضtro وصف هدرقو اينا بنسمى قبل المضيوب اصبر هذا الامiegen ميعتمد على العدد ميعتمد على الوضع المادية يا حتى احترقم Wei وده بيحاول يقرب من الاحسن حل هو وصله قبل كده يعني حتى لو احسن حل ده كان اول حل بيحاول يرجع له وده لو مثلا احسن احسن بارتكال في الاسوارد كان اخر بارتكال بيحاول برضو يوصل له فانا ده عشان كده اسمه كوجنيتف كومبوننت وده عشان كده اسمه سوشيال كومبوننت طبعا كل اما زود السي وان وقلل السي تو معناها ان انا بعتمد على كوجنيتف كومبوننت اكتر والعكس صحيح ده الكلام اللي احنا لسه قيلينه طب افرد احنا المفروض يبقى عندنا حاجة اسمها في ماكسمم افرد ان الفي اللي تلعت من المعادلة دي تلعت كبيرة قوي فانا لو كبيرة قوي اكبر من في ماكسمم اخليها في ماكسمم طب لو اقل قوي من الماينس في ماكسمم خليها ماينس في ماكسمم يعني لو اكبر من في ماكسمم خليها في ماكسمم لو اقل من ماينس في ماكسمم خليها ماينس في ماكسمم وبعد اما خلص الكلام ده اوبديت الاكس ازاي الاكس القديمة زائد الفي اي جي سيبنا بقى من الدلتا تي والكلام ده برضو قلنا هنستردها هنهبون ايه الاي قلنا البرتكال رقم اي و ايه الجي ال جي ده هو الفارياب والرقم جي في الاكس نفسها هعود اعمل الكلام ده من رقم اتنين رقم اتنين اللي هي افاليويت خلاص انا عملت انشيلايز مرة احد او الخطوة انشيلايز عملتها مرة احد خطوة رقم اتنين دي بقى هفضل اقرر الكلام ده كم مرة مثلا خمسين مرة تلاتين مرة سبعين مرة لغاية اما نوصل لحل ايا كان نفضل نعمل الاتوريشن دي يبقى احنا كده عرفنا يعني ايه بي اس او الاجويزم وهو الاجويزم هو هو بالزبط اللي احنا حكينا فيه من شوية بالزبط يعني لو عدين عليه خطوة خطوة كده هنلاقي ان ده انشيلايز وده وده اهي الماينوس هنا محطوطة صح زي ما قلتلكو على جنب كده مش فوق ونقرأه هنفهمه ان شاء الله في عندي حاجة اسمها بيست ايفر وحاجة اسمها بيست كارات بيست ايفر دي بتنطبق على البورتيكل لان انا الاكس بي بي دي بتعتمد على ايه بتعتمد على ان الاكس بي بي دي احسن اكس ووصل لها البورتيكل ده طول حياة البورتيكل ده يبقى ده بيست ايفر طب وما الاكس اس بي دي عبارة عن ايه دي بيقولك ان هي احسن اكس في اللي سوارم ده فهي دلوقتي 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 في اللي سوارم ده كله هي احسن بيزشن لكن دي بيقول في البورتيكل ده بالنسبة لبورتيكل ده من ساعة ما بتاع ده لغاية دلوقتي دي احسن واحدة يبقى دي حاجة اسمها بيست ايفر ودي حاجة اسمها بيست كارات احنا شغالين بالاتنين طبعا في النيبرهود ان انا بشوف تعملاتي بين الوان والتو والثري وكل دول ولا بس هما اللي شايفين بعض والمفروض لو شايفين بعض في كزا وهم دلوقتي هيبقوا في سوار مواحد طب بيفرد اتنين ده بعد فهيبقى فيها مشاكل طب بيفرد دول كلهم شايفين بعض وشوية منهم بعضو فهيبقى فيها مشاكل برضو ده موضوع النيبرهود وده اسمه fully connected وده اسمه restricted connected فالنيبرهود الكلام اللي عليه هو عبارة عن بس الجزء ده النيبرهود في الجملة دي بيقول ان هو بيمنع الconvergence السريع و بيسلو داون الconvergence طب ليه بيمنع الconvergence السريع لو الconvergence السريع ده ممكن يكون local minimum احنا دايما اي حاجة فيها conversion سريع ده احتمال كبير قوي يكون local minimum فانت بتحاول تسلو داون الspeed تاع الconvergence ده عشان تحاول توصل احسن واحدة اللي هي global minimum مش local minimum و خلص من تاني الconvergence ده ان هما يبقوا مع بعض دي بتعتمد على الconvergence ولا social بتعتمد على مين فيهم هي فعليا بتعتمد على الاثنين وهنا بيقول ان لازم c1 plus c2 تكون اقل من اربعة اثبتها معقد شوايا في كتاب بيقول انه حتى لو c1 و c2 مجموحهم اقل من اربعة ممكن برضه ان انا يحصل عندي كده معناها ان انا ببعد عن السلوشن الحقيقي فممكن بس شرط اساسي انه عشان يحصل convergence ان c1 plus c2 تكون اقل من اربعة بيفرد ان هي اكبر من اربعة اكيد مش هيconvergence بيفرد ان هي اقل من اربعة احتمالات انها هتconvergence اكبر بكتير ده اللي هو necessary but not sufficient احنا قلنا الكلام ده من شوية قلنا ان ال vi لو اكبر من vmax اضطها ب vmax لو اقل من minus vmax المفروض يبقى هنا في minus اضطها هنا ب minus vmax في equations تانية ممكن ابدأ بها v بدل الاكوشن التقليدية الاولانية دي alternative حاجة اسمها construction coefficients ان انا ابدأ ال xij دي بنفس المعادلة اللي فاتت بس الفرق ان انا هضربها في variable كده ايا كان اسمه يعني وال variable ده هجيبه من المعادلة دي طب المعادلة دي بنحسابها ازاي ال k من zero الواحد بس ال zero ما ينفعش يبقى including يعني والرقم ده عبارة عن c1 بلس c2 بس اكبر من اربعة على العكس المعادلة اللي فاتت المفروض c1 بلس c2 تكون اقل من اربعة مثلا واحد واثنين اتنين واثنين مفروض اتنين واثنين لا برده بس هي واحد ونص واحد ونص اتنين وواحد وهكذا دي بقى ال inertia wait ودي حلوة جدا ايه الفرق بينها وبين التانية ان هنا بضرب في w طيب سيبكم من الكلام اللي تحت ده لو w دي كبيرة يبقى انا الفلسطي بتاعتي اللي جاية هتعتمد على الفلسطي القديمة ولا هتعتمد على مكان ال post particle ال cognitive وال social والكلام ده لو دي اكبر من واحد يبقى انا باخد اعتبار الفلسطي القديمة اكتر وما باخدش اعتبار الكلام ده يبقى انا هشتق اهمش بفلسطي اكتر طب لو ال w دي اقل من واحد اقل من واحد ده معنا ان دول هم اللي ليهم تأثير اكبر فده لي معنى لما ال w تزيد لو احنا فاكرين في ال evolution قلنا في حاجة اسمها ايه Exploration يعني بقى اعمل Explore لل domain بتاعي بعمل Explore للمنطقة بتاعتي عشان اوصل لحلول كتيرة وبعدين احسن حل فيهم بقى هو ده اللي اعمل عليه Exploitation فانا لو ال w دي كبيرة معناها ان انا بامشي بفلسطي وما باعتمدش على دول يبقى انا بعمل Exploration ان انا بامشي ب view خلاص ومش معتمد على دول يبقى هو ده اللي المفروض ابتدي بيه وبعدين المفروض اقل لل w اقل لل w ليه عشان اعتمد على دول بقى يبقى انا في الاول خالص المفروض تبقى w كبيرة وبعدين مع الوقت المفروض تبقى w تقل فهو بيقول انها بتبتدي ب one point four مثلا وتفزل تقل 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 لغاية اما توصل ل point three ده مثلا يعني مش شرط ده ال inertia wait وهناخد example قدام شوي اهو بيقول ان الكلام ده منطقي جدا بالنتائج عندي function اسمها x one و x two وعندي function تانية اسمها x one x two x three x four بشوف ال average بتاعهم على مدار مراحل كتير قوي ايا كان يعني تلاقي بيحكي كتير وال standard deviation هي المفروض هنا يكون الحل تلاتة بالزبط فهنا هنلاقي ان انا لما c one و c two كان ده اتنين وده اتنين الحل كان تلاتة وشوية وال standard deviation كويس مش واحد هنا واحد واثنين تلاتة وشوية برضو فده الحلول دي ال average بتاعهم حلو جدا طيب هنا بقى ال average المفروض يطلع zero مفروض يطلع solution بتاع ال function دي zero فهنا ده مش ب zero وده مش ب zero و standard deviation كبير يبقى ايزا انا الحلول دي غلط فده لما ما استخدمتش ال المفهوم ده لكن ده استخدمت بمفهوم فال average بتاع ده تلاتة بالزبط وما فيش standard deviation يعني وصلت له بالزبط فده احسن بكتير من ده وده كمان المفروض يوصل ل zero هو ما وصلش ل zero فعلا معلش بس احسن من ده بكتير ده كان واحد وعشرين وستة وعشرين ده واحد بوينت فور وحاجات كده فده قريب جدا برضو يبقى مفهوم ان انا اشتغل بال الانيرشرا ويت ده حلو جدا اوقات واحنا بنتفرج على الحمام وهو طوير كده نلاقي حمامها جريت ورجعت تاني فاحنا لو عايزين نمثل هالحقيقية قوي مش شرط نعملها برو جرامج يعني بس لو عايزين نمثل الحقيقية قوي المفروض ب some probability ان انا اعمل probability صغيرة كده ان كل V تروح متجننة كده وتروح عملة رقم راندم كده من minus V max plus 2 R V max والR ده random number كده فهتتجنن وتاخد اي V random بقى ملاهاش علاقة بالقديم وملاهاش علاقة بالbest particle وملاهاش علاقة بالبست السوارب ملاهاش علاقة باي حاجة تتجنن كده وتروح خارجه ورجع تاني بعد ان ما تخرج مرة هترجع تاني بسبب البست particle بقى والكلام ده ودي هعملها ب probability صغيرة جدا بي سي ار دي حتى هي اسمها كريزنس أوبريتور فهو موضوع مجنون يعني وده بيمثل في في الميوتاشن ان انا بعمل طفرة بعمل حاجة غريبة كريزنس هانا بيتكلم بقى على تاعت البي اس او بيديك انترودكشن ففي ده يا اما هتعمل حل من اتنين يا اما هتشتغل باينري يا اما باينري ده زي يا اما هتشتغل انتجر وتعمل وخلاص هتشوف اقل رقم عندك اتلع لك مثلا ناتج تلاتة بوينت تو فانت هتاخد تلاتة وخلاص تلع لك تلاتة بوينت سيفن تاخد تلاتة برضو وخلاص تلع لك خمسة بوينت تلاتة تاخد خمسة وخلاص وهكذا يا اما تشتغل باينري فاول طريقة ان انت تعمل هتشتغل بنفس الطريقة بالزبط بس وانت بت ملاش علاقة الفلوستي الفلوستي ما بتشتغلش انتجر ولا حاجة هي الفكرة في البوزيشن انت عايز الحل في البوزيشن فاو انت بتحط الحاجة في البوزيشن بتعمل لها ترونكيت لازم تكون انتجر يعني بس والفلوستي وكل حاجة شغلة زي ما هي تاني حاجة بقى الباينري فالباينري ده انت عندك الفي مثلا الفي كانت بقيمة معينة فانت تدخلها على الفونكشن دي اسمها اكتيفيشن فونكشن او اسمها سيجمويد من النيورال ناتورك فانت بتدخلها الفي هنا تلعت كبيرة تلعت صغيرة هنشوف لو تلعت السيجمويد دي كبيرة يبقى انت احتمالية انك تحط اكتر ليه؟ لان انت بعد ما بتحسب السيجمويد بتاعت الفي دي هتلاقيه بيقول لك ايه هنا؟ بيقول لك ان هي انك تحط هي قيمة السيجمويد فكل ما قيمة السيجمويد زادت كل ما انت هتحط وان في ال اكس بتاعتك افرد مسلا السيجمويد دي كان سبعة من عشرة كل ما بتاعتها سبعة من عشرة يبقى انت ببربابلتي سبعة من عشرة هتحط وان وبروبابلتي زيرو سوري بروبابلتي بوينت ثري هتحط زيرو طيب انا اعمل الكلام ده ازاي؟ رقم 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 تشوفوا هل اديك اكتر من سبعة من عشرة؟ يبقى هو في البروبابلتي